عاصفة القرن تخفي كندا الآن بعد أمريكا والرئيس الكندي يعلن حالة الطوارئ ويأمر السكان بالهروب ولكن قبل أن نبدأ أعطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وفضلا وليس أمرا ضع لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد لا توجد كهرباء ولا حياة وكأن ما يحدث هو نهاية العالم هذه الكلمات قالها رئيس بلدية الشارلوتون لإداعة دولة كندا إنه أمر لا يصدق لا توجد كهرباء ولا حياة وكأن ما يحدث هو نهاية العالم هذه الكلمات قالها رئيس بلدية الشارلوتون لإداعة دولة كندا وتشهد مناطق عدة في العالم تقلبات مناخية شديدة البرودة وكأن العالم ينتظر شيئا ما في المستقبل القريب إضافة إلى حدوث أعاصر وعواصف رملية وخليجية مما أدى إلى سقوط ضحايا في بعض الدول واقتلاع الأشجار من جدورها من شدة الرياح وتكبيد عدد من الدول خسائر مادية وبشرية فادحة حتى الحيوانات لم تسلم من هذه العواصف فمنها التي تجمدت من البرد والجريد ومنها التي ماتت من شدة البرد فضلا عن تعطيل حركة المرور والنقل تتسبب العاصفة الكندية التي ضربت شرق كندا في ضمار كبير حاملة معها رياحا عاتية وأمطار غزيلة مدمرة لبعض المدن وتسببت أيضا في انقطاع الكهرباء عن أكثر من خمسمائة ألف منزل في ظروف وصفتها الشرطة بأنها لا تشبه أي شيء رأيناه من قبل وقال فيليب براون رئيس بلدية شارلوتون لإذاعة كندا إنه أمر لا يصدق لا توجد كهرباء ولا حياة وكأن ما يحدث هو نهاية العالم وأضاف أنها أقوى من إعصار إخوان عام 2003 فقد اقتلعت أشجار كثيرة وفيضانات كثيرة حصلت على الطرق مما تسبب في الكثير من الحوارث وتجمد الكائنات حميلت العاصفة الكندية معها رياحا بسرعة 140 كم في الساعة وذلك عند وصولها إلى سواحل الشرق كندا في الساعات الأولى من الصباح آتية من منطقة بحر الكاريبي لخبراء الأرصاد الجوية وفي مقاطعة نوفا سكوتيا حرمت العاصفة أكثر من 400 ألف منزل من الطيار الكهربائي وتسببت في غرق المنازل ووفاة الكثير من المواطنين وفي جزيرة برانس إدوار المجاورة لها انقطعت الكهرباء عن نحو 82 ألف منزل وأصدرت كندا تحضيرات شريرة من التقسي في مناطق واسعة من ساحلها الشرقي وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصر في تقرير استشاري من المتوقع أن تكون للرياح العاتية والعواصف القوية والأمطار الغزيرة تأثيرات كبيرة أما مركز الأعاصر الكندي أفاد أنه تم الإبلاغ عن رياح قوية في مدن كندا وأن العاصفة تتجه نحو مناطق الشمال الشرقي متسببة برياح مدمرة وأمواج عالية وخسائر في الأرواح وأصدرت السلطات في نوفا سكوتيا اندارا طارئا عن الهواتف تحد فيه السكان على ضرورة ملازمة المنازل وتخزين ما يكفي من الإمدادات لمدة 72 ساعة على الأقل وفي العاصمة الكندية نفيدت أسطوانات وغاز البيتروغاز المخصصة لمواقع تخييم من المتاجر إذ قام السكان بتخزين كميات كبيرة لاستخدامها لأكبر وقت ممكن ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو العاصفة بأنها سيئة للغاية وخطيرة جدا مشيرا إلى أنها قد تكون لها تأثيرا كبيرا في جميع أنحاء المنطقة وكانت حكومة كندا قد أعلنت أن البلاد بدون كهرباء تماما بعد أن ضربت عاصفة القرن أنحاء البلاد وقال مسؤولون أن خطوط الكهرباء تعاني من انهيار تم بعد أن تعذر إعادة تشغيل أحد محطات الطاقة الرئيسية وأعلن رئيس هيئة الطاقة الكهربائية في التلفزيون الرسمي أن انقطاع الطيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد قد حدث نتيجة الانهيار النظام الكهربائي الوطني مما ترك ملايين المواطنين في الظلام وأفاد صحفي في وكالة أنباء رسمية أن 90% من الدوائل الكهربائية في البلاد معطلة وأن محطة توليد الكهربائي الحرارية لا تعمل هذا ما قامت به العواصف في كندا وقبلها قامت بتجميد بعض الولايات الأمريكية وخلفت وراءها الكثير من الضمار وفقد الأرواح وبعد ذلك قامت بالذهاب لكندا لتقوم بنفس المهمة التي قامت بها في أمريكا يبدو أن هذا الشتاء سيشهد الكثير من الأحداث من الكوارث الطبيعية وأعتقد أنه غضب من الله عز وجل لما تفعله هذه البلدان من جرائم في حق الدول المسلمة مثل ما فعلوه في السودان واليمن وفلسطين والعراق والله تعالى أعلم وفي هذا الفيديو سنقص عليكم هذا الدعاء الجميل رددوا معي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا دنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي زدني علما أعود بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بدنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعود بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء كما أعود بك من الصم والبكم والجنون والجدام والبرس وسيء الأسقام اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعود بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعود بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعود بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء ربي إني لما أنزلت إلي من خير اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرضا غير مخز ولا فاضح ربنا لا تسع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعود بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إني أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واهف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب نكشف عني العذاب إنا مؤمنون ربي أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى عنه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الدنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أعود بك من العجز والكسل والهرم والقسوة والغفلة والعالية والدلة والمسكنة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وفي النهاية إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعمل لايك لهذا الفيديو والشراك بالقناة حتى يصلكم كل ما هو جديد شكرا لكم على المتابعة